اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن اليوم في مجلسنا العاشر في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن من خلال الدورة العلمية التاسعة التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم فيما نقرأ ونعلم وأن يعيننا على العمل اللهم آمين همس في أذني قبل الدرس أحدهم منتقدا جلوس الشباب على الكراسي وقال يعني أنتم تعلمونهم الأدب مع القرآن وكذا يعني هذه الكراسي موضوعة إما لكبار السن أو كذا فقلت له لعل عندهم عذرا لعل بعضهم عنده ألم في الظهر لعل أحدهم عنده ما يسمى بالأنزلاق الغضروف أو عمل عملية جراحية فهو معذور فعلينا أن نلتمس العذر وصلنا إلى قول الإمام النوبي رحمه الله تعالى في الصفحة التسعين في السطرين الأخيرين منها عند قوله رحمه الله فصل قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات في حال القيام سكتات بفتح الكاف ما القاعدة التي قلناها؟ أن فعلة تجمع على فعلات إحداها أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون دعاء التوجه كل المذاهب عندهم دعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة الشافعية أختار وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هذا مختار الشافعية غيرهم يقولوا مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وفي أشياء أخرى اللهم البعيد بيني وبين خطاياي كما بعدها بين المشرك المغرب تجدونها في كتب الفقه هذا معنى كلمة دعاء التوجه لأنه عند الشافعية يبدأ بقوله تعالى وجهت وجهي وليحرم المأمومون والثانية السكتة الثانية التي تستحب عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جداً ما يعني سكتة لطيفة قصيرة بين آخر الفاتحة وبين آمين ليه ما الحكمة قال لألا يتوهم أن آمين من الفاتحة يعني ما يقول ولا الضالين آمين تبعنا ما يقول ولا الضالين آمين آمين فبيفصل بسكتة لطيفة بمعنى قصيرة والثالثة بعد آمين سكتة طويلة ليه بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة شو مكتوب بعدين وتكبير حطوا لا ضعوا لها تاء مربوطة ضعوا لها تاء مربوطة وتكبيرة الهوي إلى الركوع آخر السطر الله يسلم آخر السطر تكبير سوية تكبيرتي وتكبيرة الهوي الهوي بضم الهائي وكسر الواوي وتشديد الهائي مع كسرها معروف الهوي إلى الركوع يعني المزول إلى الركوع فصل يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول عندك كان أو لا سواء كان 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 في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين والأحاديث بعد الأحاديث اطلعوا بسهم واكتبوا الصحيحة الصحيحة اكتبوا عليها صح والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وآمين بإيه بسكتة لطيفة طيب هي آمين شو هالكلمة هذه قال ومعناه اللهم استجب معناه اللهم استجب آمين الله يسلمكم يعني كريمة قديمة جدا هي أقدم من اللغة العربية لأن اللغة العربية تنحذر من لغة قبلها اسمها اللغة السامية تنسب إلى سام ابن نوح وينحدر مثلها من اللغة السامية العبرية والآرامية والسوريانية والكلدانية والحبشية هذه كل لغات تنحدر مني من اللغة السامية يسموها اللغة السامية الأم لذلك تجد بعض الكلمات موجودة في مثلا اللهم موجودة في العبري العبري يقول اللوهيم اللوهيم يعني شعني اللهم آمين حتى الأجانب في الكنائس شو يقولوا آمين تبعنا في هذه كلمة قديمة جدا تبعنا كيف قيل معناه اللهم استجب وقيل كذلك فليكن معناها يعني فليكن كذلك كما دعوت يعني يعني استجب بمعنى استجب ما معناه كذلك فليكن يعني استجب وقيل افعل طبعا افعل ما عد أفعل الأمر شو صار الترجي ما هي كالترجي والدعاء وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل معناه لا تخيب رجاءنا وقيل معناه اللهم آمنا بخير وقيل كلمة آمين هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات وقيل هي درجة في الجنة استحقها قائلها استحقها الضمير لم يراجع للدرجة قائلها الضمير لم يراجع لكلمة آمين يعني استحق هذه الدرجة قائل آمين وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وأنكر المحققون شو ما اكتبوا بعدين المجاهير سوا والجماهير ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها والجماهير جمع هذه المفرد هذه جمع وأنكر المحققون والجماهير يعني من العلماء هذا وقيل شو أنكر يعني أن يكون اسم من أسماء الله تعالى وقيل هو اسم عبراني غير معرب أو غير معرب لأنه مبني وقال أبو بكر الوراق هو قوة للدعاء واستنزال الرحمة وقيل غير ذلك وفي آمين لغات شو يعني لغات الله يبارك فيكم يعني لهجات لما بتلاقوا في بعض كتب اللغة أن في هذه الكلمة لغات شو معناها لهجات وفي آمين لغات قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف المين آ يعني ممدودة هكذا مين مخففة المين والثانية بالقصر شو يعني بالقصر أمين أمين كما قال الشياء طبي ورحمه الله الذي حافظ منكم أول الشياء طبية أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا وهتان مشهورتان لغة لهجة آمين ولهجة أمين والثالثة آمين بالإيمالة مع المد الإيمالة لا لغة موجودة عند بعض القبائل العربية بدل ما يفتحوا ما يعملوا يميلون آمين بالإيمالة مع المد حكاها الواحدي الواحدي إذا تحبوا معلومة إضافية كتبوا رقم كتبوا رقم هامش عند الواحدي رقم هامش مثلا ولي يكون رقم واحد ثم اكتبوا في الفراغ العلوي نحن نكتب شي سطر اكتبوا هو علي ابن أحمد أبو الحسن المفسر النيسى بوري ثم افتحوا هلالا واكتبوا تا يعني توفي تا اربعمية وتمانية وستين اربعمية وتمانية وستين ثم اكتبوا ها يعني هجري ثم اغلقوا الهلال اكتبوا وكتاب واسم كتابه واسم كتابه البسيط في التفسير البسيط في التفسير البسيط الله يبارك فيكن هذه الكلمة في لغة العرم العرب تعني الشيء المنبسط والفسيح لا نحن في الصلاحنا العامي مستخدمها بمعنى القليل لك هذا أمر بسيط لكن ما هكذا في اللغة اللغة لك هذا سهل بسيط شان بسيط بمعنى مبسوط وممتد فالكتاب البسيط شو معناها الموسع يعني بخلاف المصطلح العامي الذي نستعمله في عامياتنا المعاصرة نعود إلى العبارة والثالثة يعني اللغة الثالثة أي مين بالإيمالة مع المد حكاها الواحدي عرفنا مين الواحدي حكاها عن مين عن حمزة والكسائي طبعا حمزة هو حمزة بن حبيب الزيات والكسائي الذي هو علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن كلاهما من القراء السبعة أئمتنا ومشايخنا في القراءات رحمهم الله وهما الإمامان الجليلان اللذان رؤيت عنهما الإيمالة إيمالة تقول الركسائي قرأ على حمزة وحمزة قرأ على الأعمش والأعمش قرأ على مين؟ على إبراهيم النخع ، وأبراهيم النخع قرأ على مين؟ على علقمة وعلقمة قرأ على عبد الله بن مسعود وقرأ على سيدنا بسsey الله صلوي admirاء والرابعة لتشديد المين مع المد يعني آمين مع المد يعني آ تشديد المين آمين في قوله تعالى في المائدة ولا آمين البيت الحرام آمين صارت جمع آم رجل آم من قوم آمين يعني قاصدين ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدي البيت الحرام إذن والرابعة بتشديد المين مع المد يعني آمين حكاها بعد حكاها أخرجوا بسهم واكتبوا الواحدين الواحدين حكاها الواحدين عن الحسن والحسين بن الفضيل الحسن هذا يكون البصري ترى إذا قيل الحسن وسكتوا يكون بصري قال مين قال الواحدين ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك ما شايفين إذن كلمة نفسير سيدنا جعفر الصادق كلمة آمين بقاصدين نحوك يرجح أن أصلها إيش آمين قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصداً هذا كلام الواحدين رجع الكلام لمين للنووي رحمه الله قال وهذه الرابعة له آمين غريبة جداً فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوامين مين وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته يعني هذين مبالغات طبعاً الله يسلمكم شوفوا إخواننا الأحكام الفقهية نتوسعها شوية ما عليك نحن بديكم تفهموا هذا الأمر لأنه هذا الكلام اللي لنتحدث عنه الآن كلام كلي الكلام تدرج تحته مئات وألوف المسائل نحن في عندنا الأدلة الشرعية شو هي الأدلة الشرعية قال اللهhaba وقال رسول الله هاي ماذا اسمها؟ الأدلة الشرعية المشي الحال؟ وحتى عنا شيء اسمه الأحكام الشرعيات الأحكام الشرعية هي أفعال المكلف أنا مكلف وأنت مكلف أفعال المكلف الذي هو أنا وأنت لا تخلو عن واحد خمسات إما أن يكون فعلي أو فعلك واجباً يعني فرضاً أو سنة أو مباحاً أو مكروهاً أو حراماً في اختصار الأفعال وبدو يحكي راسه ما حكم هذا؟ مباع، نعم، يريد أن يصلي، يريد أن يتسوق وهو صائم بعد الزوال، مكروب طبعاً بدأ يشرب خمر، حرام، أزن الظهر، واجب يصلي، طبعاً كيف؟ مثلاً السنة القبلية، السنة البعدية من سنن الصلاة، فأفعال المكلف هذه هي الفرض يثاب على فعله ويعاقب على تركه، السنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، قيل يعاتب إلا إذا جعلها ديدناً له ترك السنة، هذا يخوف، المباح لا ثواب ولا عقاب، تبهنا، السنة يثاب على فعلها، وينصرنا المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، الحرام يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذه الأفعال الخمسة، عنا الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية قال الله وقال رسول الله هل سمعنا أنا وأنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ ولا بيننا وبين وسائط؟ بيننا وبين وسائط، فالأدلة الشرعية كيف وصلتنا وبيننا وبينهم صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطوال والقرون عن طريق نقلة فالنصوص الشرعية التي هي قال الله وقال الرسول الله إما قطعية الورود أو ظنية الورود قطعية الورود يعني نجزم ونقطع كأننا سمعناها من رسول الله مباشرة ما هي المتواتر والمتواتر عندنا القرآن من أوله إلى آخره والأحاديث المتواتر الأحاديث المتواتر لا تعدو سبعين حديثا تقريبا منها قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فلتبوأ مقعده من النار هذا حديث متواتر مروي عن عدد من الصحابة المتواتر ما هو إخواننا مربعنا بالجزرية أن يروي الخبر عدد عن عدد عن عدد من أول السند إلى آخره ما في طبقة من الطبقات يرويه واحد كل الطبقات عدد يحيل العقل اجتماعهم على الكذب ارتبهنا هذا التواتر فالمتواتر الله يسلمكم كل القرآن والأحاديث المتواتر الأحاديث المتواتر على قلتها قلنا سبعين حديث تقريبا هذه نجزم ونقطع أن نبي صلى الله عليه وسلم قالها بنسبة مئة على مئة بقية الطبقة التي تحتبأ من الأحاديث ما اسمها الأحاديث الصحيحة هذه تسعين بالمئة أن نبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة وتسعين مانين خمسة وتمانين عالي كله عالي بحسب لأنه في مو بالمصطرة يعني ولا يكفر جاحدها ولا بئس ما صنع إذا جحدها بعد الحديث الصحيح شوفي الحسن نسبة أن سيد النبي قال خمسة وسبعين سبعين خمسة وستين ستين تحت منه ما يأتي الحديث الضعيفة سنادها ضعيف درجات في قليل الضعف وفي شديد الضعف وفي حسن لغيره يعني انتبهنا أيام الضعيف مع الضعيف مع الضعيف بتجمع ما يحدث حسن لغيره في صحيح لغيره هذا علم قائم بذاته له رجاله ساداتنا المحدثين الله يجزيهم عننا كل خير وفي عندنا الحديث الذي لم يقال سيدنا النبي أبدا الذي هو الموضوع هذا نسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ به صفر إذا الذي نسبة أن سيدنا النبي تلفظ به ما اسمه متواتر 100% تحته الصحيح تحته الحسن تحته الضعيف تحته الموضوع تبهنا كيف هذا من حيث الورود من حيث الورود إذن الأدلة الشرعية خليكم معي شوي وتصوروا في مشجر الأدلة الشرعية قال الله وقال الرسول الله قطع الورود ظن الورود من قطع الورود المتواتر من ظن الورود الصحيح فما دونه هذا من حيث الورود لسه ما تكلمنا على شيء طيب انتهينا من موضوع الورود نأتي إلى ما المراد بهذه اللفظة في عندي لفظة سواء كانت في قسم قطع الورود أو في قسم ميل ما المراد بها يتربصت بأفسهن ثلاثة قرؤ ما المراد بالقرؤ هذا كلام الله من حيث الورود قطعي لظن قطعي طيب من حيث الدلالة ظن العرب تسمي الطهر للمرأة قرؤ وتسمي بعض القبائل الحيض قرؤ فالذين رجحوا أنه قرؤ من العلماء رجحوه ترجيح يعني بمعنى المقابل مو صفر عرفتوا ما الترجيح وكذلك الذين قالوا إنه الحيض أيضا رجحوه ترجيح من هذا الباب كان الشافعي وأمثاله من علمائنا يقولون كلامنا صواب يحتمل الخطأ لأنه ما قالوا بنسبة مئة أعلى مننا قالوا بالترجيح وكلام غيرنا يلبي بقياسنا خطأ يحتمل الصواب لأنهم ما خطأوهم بنسبة صفر انتبهنا كيف صار عندي هذا ما اسمه ظن الدلالة طيب أحل الله البيع وحرم الربا هذا خطع الورود لأنه قرآن وخطع الدلالة لا يوجد مسلم يقول البيع حرام كل المسلمين متفقين على أن البيع حلال أحل الله البيع وحرم الربا لا يوجد مسلم على وجه الأرض يقول الربا حلال وإلا يكون صادم النص وإنما الذين يقولون عن فوائد البنكية لا يتجرؤوا يقولوا الربا حلال يقولوا ليست من الربا عرفتوا إننا نحن أيام الله يهدينا من ضخم بعض المسائل عن بعض لك يا أخي فلان أحل الربا لكن اتقل الله يا رجل تقل الله كيف تقول عن فلان هذا غلط طبعا هو غلط لكنه ما يتجرأ مسلم مفتي ولا غير مفتي أن يقول الربا حلال وإنما يقول وجهة نظره هو أنه مثلا خمسة بالمئة ستة بالمئة هذه ليست ربا هذه قيمة التعاملات البنكية البنك عنده مبنى مستأجر عنده فواتير كهرباء عنده فواتير تريفه عنده رواتب الموظفين هذه يقسمها على العملاء فيأخذ مقابل كل مئة مثلا خمسة هي وجهة نظر الذي قاله لكن لا يتجرأ واحد يقول الربا حلال انتبهنا فإذا البيع حلال الربا حرام هذا قطع الورود قطع قطع الدلالة انتبهنا أخواننا نأتي إلى ظن الورود الذي هو الحديث الصحيح فما دونه أيضا منه هو ظن الورود لكن منه قطع الدلالة نبيع صلى الله عليه وسلم مثلا صلاة الظهر أربع ركعات قطع الدلالة المغرب ثلاث ركعات عفوا أي قطع الدلالة وظن الورود لكن أجبعت الأم عليه طبعا كيف فكل الأحاديث الصحيحة فما دونها هذه ظنية الورود لكن منها قطع الدلالة ومنها ظن الدلالة نحن نعمل المشجر مرة ثانية الأدلة الشرعية قال الله قال رسول الله قطعية الورود من القرآن والحديث المتواتر ظنية الورود الحديث الصحيح فما دونه وكل من هذين أيضا يتشعب إلى شعبتين قطع الدلالة ظن الدلالة قطع الدلالة ظن الدلالة كم شعب صار عندنا أربع شعب قطع الورود قطع الدلالة هذا لم يختلف فيه المسلمون أبدا قطع الورود قطع الدلالة قطع الورود ظن الدلالة اختلفوا فيه اختلفوا من جهة كونه ظن الدلالة طيب ظن الورود قطع الدلالة اختلفوا فيه اختلفوا لأنه ظن الورود ممكن حديث يثبت عند فلان وما يثبت عند الآخر ممكن راوي من الرواد فلان يعني يأخذ بقوله وفران وفلان لا يأخذوا بقوله تبهنا كيف هذا ما اسمه ظن الورود قطع الدلالة فالاختلاف فيه من حيث الورود أما ظن الورود ظن الدلالة من باب أولى فكل المسائل اللي بتشوفوها الآن بين إيدينا أنه قال أصحابنا بعضهم كتبوا وقال هذه اعلموا أن الدليل فيها إما مفقود وقالها العلماء على سبيل القياس والاجتهاد ما قال كيف تحكم سيدنا معاذ رسول الله قال كيف تحكم قال بكتاب قال فإن لم تجي قال بسنة الرسول قال فإن لم تجي قال أجتهد رأيي ولا آل يعني ولا أقصر فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال إذن هذه بدياكم تعرفوها الله يسلمكم سبب اختلاف العلماء سبب وجود المذاهب الإسلامية الأربعة ما سببها هذا المشجر الذي تكلمنا عنه أربع شعب الشعب الأولى لم يختلف فيها مسلمان ما في بسلم يقول الظهرة لتركع أو ركعتين أو خمسة هذه كله قطع الورود قطع الدلالة كل شعبة من الشعب الثلاث الباقية فيه كلمة ظني ممكن العلماء يختلفوا فيه فهذا الله يسلمكم سبب الاختلاف الجرنل الحديث كلمة قال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته الذي قال هذا الكلام قاله على سبيل الاجتهاد قال أهل العربية حقها في العربية الوقف يعني آمين ما حكم نونها هل نقول آمين ولا آمين ولا آمين ولا آمين قال أهل العربية حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين فإذا وصلها فتح النون كما فتحت في أين وكيف نحن نقول أين هي ما أصلها أين كيف فما الذي فتح الفاء في كلمة كيف التخلص من الثقاء الساكنين ما أكتب بعدين فلم ضعوها ضمن إطار وكتبوا على الهامش ولم ولم تكسر لثقة للكسرة بعد الياء لماذا ما قلنا آميني؟ قال لثقة للكسرة بعد آميني هم في آميني، فبيصير الكسر ثقيل تكسر كمان بعده فهذا مختصر مما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها، بسطت، هذا ما اسمه؟ إضغام ناقص، وقد بسطت القول فيها بالشواهد والزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، الإمام النووي له كتاب ما اسمه؟ تهذيب الأسماء واللغات، قال العلماء، ويستحب التأمين في الصلاة للإمام، اخرجوا بسهم بعد الإمام، واكتبوا والمأموم معه والمأموم معه والمنفرد، يعني مهما كان وضع المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً يستحب له أن يؤمن، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في صلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، والصحيح أنه يجهر، والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعاً كثيراً، وإلا فلا يعني الشافعيين يأخذوا بالجهر، الأحناف لا يوجد عندهم جهر بآمين، يعني يقولوا آمين، وصلت منخفض، مرة كنت في إسطنبول من زمان من كذا وثلاثين سنة، دخلت على مصلي المغرب في المسجد، لا يوجد عرفان ما هو الأحناف، فقال الإمام والضالي، من هناك أتراك من الجارسين؟ يرفع يده، من في تركيا؟ المسجد ييني جامع في سيركيجي بإسطنبول، فقال الإمام والله، أنا قلت آمين، لا يوجد غيري، كل المسجد ساكت، وفي المسجد هناك قبة، وصار صوتي قليلاً، خجلت أنا، قالوا انتهينا من الصلاة، وكله صار بعد الصلاة يلتفت، وكأني ارتكبت جريمتنا. لأن الإنسان ما لا يعرفه قد يظنه خطأ، نعم، ويكون تأمين، ننتخل إلى الصفحة التي بعدها، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، إذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، نعم، غفر له في لفظ الجلالة، ضعوه ضمن إطار، واحذفوه، فليس من لفظ الحديث، ليس من لفظ الحديث، لا، ليس من لفظه في الحديث، راجعناه، كنت علي يا حبيبي. غفر له ما تقدم من ذنبه. من أخرجه عندك؟ البخاري ومسلم، هذا أخرجه البخاري ومسلم بلفظ، ما غفر له للبناء للمجهول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين. هذه مرة معناه، ما هي الله يسلمكم؟ يعني إذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قلنا ما معناها؟ أردت خراءة القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما يعني؟ إذا أردتم القيام هنا. أنا إذا أمن الإمام، ما يعني؟ إذا أراد أن يؤمن. قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين. تعلمون بارك الله فيكم أن المأموم عليه أن يتأخر عن الإمام قليلاً، بحيث يكون تبعاً له إلا في كلمة آمين، فيكون يكون فعله موافقاً بفعل إمامه. ليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين. وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. ترجمة نانسي قنقر